بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم عزيزي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أسعد وأتشرف بتواجدي من خلالي معكم الأساد محمد بن أحمد الناصر بإذن الله سيكون حديثنا موجه للصف الأول التأهيلي الفصل الدراسي الثالث وعنوان درسنا لهذا اليوم سورة الفجر الجزء الثالث من الآية رقم 21 وحتى الآية رقم 30 تعليماتها ما أولا يجب علينا اختيار المكان المناسب للتعلم ثانيا أجهز كتابي وأدواتي المدرسية ثالثا أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له إذن يا أبطال مهم جدا أكون جالس في مكان هادئ القلم موجود لدي الكتاب موجود لدي واستمر في المشاهدة حتى أصل إلى نهاية هذا الدرس يا أبطال انتفقنا إذن لنبدأ على بركة الله نتأكد من غلاف الكتاب لدينا كتاب الطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية الصف الأول التأهيلي الهدف العام معرفة سورة الفجر من الآية رقم 21 إلى الآية رقم 30 الأهداف الخاصة أن يعرف الطالب والطالبة اسم السورة بشكل صحيح أن يكرر الطالب والطالبة الآيات خلف المعلم بشكل صحيح أن يبين الطالب والطالبة معاني الكلمات بشكل صحيح الدرس السابع عشر سورة الفجر الجزء الثالث من الآية رقم 21 حتى 30 إذا لم يكن لديك الكتاب بل إمكان عبر كاميرا الجوال تصوير هذا البر كود يتوجه بك مباشرة إلى رابط الدرس الرقمي إذن عند التلاوة وصلنا إلى هذه الآيات في الأجزاء السابقة من هذا الدرس من سورة الفجر في هذا اليوم بإذن الله نكمل قراءة بقية الآيات إذن يا أبطال من المهم جدا أن أقرأ من الكتاب لدي أو من خلال متابعته للشاشة أو حتى قراءتي من المصحف ولكن نتذكر دائما عند قراءتي من المصحف يجب علي أن أكون متوضيا وطاهرا لأن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا فيجب علي أن لا ألمس هذا القرآن الكريم إلا عندما أكون متوضيا لا يمسه إلا المطهرون إذن نحرص عند قراءة من القرآن أن أكون متوضيا الآن أريد منكم الاستماع للتلاوة ثم بعد ذلك أريد منكم التكرار بعدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئن إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي حسنتم يا أبطال و بارك الله فيكم الآن نريد منكم الاستماع ثم تكرار هذه الآيات خلفي حتى نستطيع إتقان قراءتها بشكل صحيح أعوذ بالله من الشيطان و تحبون المال حبا جمّا و تحبون المال حبا جمّا كلا إذا دكّت الأرض دكّا دكّا كلا إذا دكّت الأرض دكّا دكّا و جاء ربك و الملك صفّا صفّا و جاء ربك و الملك صفّا صفّا و جاء يومئذ بجهنّم يومئذ يتذكّر الإنسان و أنا له الذكّرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذّب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أحسنتم يا أبطال و بارك الله فيكم على هذه القراءة لهذه الآيات الأهم لدينا الآن الآن أقوم بتكرار هذه الآيات أحاول حفظ هذه الآيات إن استطعت فقط قراءتها ممتاز لكن أحاول كذلك أن أحفظها أحاول قراءتها على أحد والدي إخواني معلمي حتى أستطيع حفظها و قراءتها كذلك عند أدائي للصلاة معاني الكلمات جمى يعني كثيرا مفرطة يعني نحتوى تحبون المال حبا جمى يعني كثير مفرطة كلا يعني ما هكذا ينبغي أن يكون حالكم يعني ينبغي المفروض ما تصيرون بهذا الحال إذا دكت الأرض دكا دكا زلزلت الأرض و كسر بعضها بعضا و جاء ربك لفصل القضاء بين خلقه و الملك صفا صفا و الملائكة يجيئون بين يديه صفوفا 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 إذن سورة الفجر سورة الفجر هي من السور هي من السور المكية إذن هذه السورة سورة الفجر التي قرأناها هي من السور ماذا المكية و ما المقصود ذكرنا في دروس سابقة ما الذي نقصده بالسور المكية السلام عليكم أحسنتم ذكرنا أن السور المكية نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام عندما كان في مكة ومنها السورة التي نحفظها وهي سورة الفجر أحسنتم سورة الفجر هي من السور هي من السور المكية التي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام عندما كان في مكة عندما كان في مكة الآن أريد منكم حل الأنشطة الآن أريد منكم حل الأنشطة من خلال ما تعلمنا أرسم دائرة حول الإجابة الصحيحة سورة الفجر هي سورة مدنية أو مكية سورة الفجر هي من السور المكية أحسنتم مبارك الله فيكم ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي تعد سورة الفجر من السور المكية صح أم خطأ ذكرنا وش نقصد في المكية المكية نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام عندما كان في مكة المدنية عندما كان عليه الصلاة والسلام في المدينة سورة الفجر ذكرنا أنها من السور المكية التي نزلت في مكة إذن ما رأيكم؟ هذه العبارة صحيحة أم خاطئة تعد سورة الفجر من السور المكية تعد سورة الفجر من السور المكية إذن هذه العبارة صحيحة عدد آيات سورة الفجر بعد ذلك سبع آيات فقط عدد آيات سورة الفجر هل هي سبع آيات فقط تعلمنا في هذا الدرس وأشرنا لعدد آيات سورة الفجر وفي هذا الدرس حفظنا إلى الآية رقم 30 وهو آخر أجزاء سورة الفجر التي نحفظها إذن ما رأيكم هل هذه العبارة صحيحة أن آيات سورة الفجر هي سبع آيات أحسنتم بالتأكيد هذه العبارة خاطئة في الأخير عدد آيات سورة الفجر هي ثلاثين آية عبارة هي عبارة صحيحة من خلال ما تعلمنا بعد ذلك يا أبطال نريد منكم كتابة هذه العبارة أعد كتابة العبارة الآتية أعد كتابة العبارة الآتية هذه الآيات وتحبون المال حبا جمّا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا أريد منكم يا أبطال كتابة هذه العبارة وذكرنا في هذه الآية وتحبون المال حبا جمّا أي تحبون المال حبا كثيرا كثيرا مفرطا هذا هو الذي نقصده بمعنى جمّا وتحبون المال حبا جمّا بعد كتابتكم لهذه العبارة يا أبطال الأهم دائما أن نتذكر عند تلاوتنا لهذه الآيات يجب علينا دائما حفظ هذه الآيات من خلال قراءتها إما على والدي إما قراءتها على إخواني قراءتها على المعلم حتى أستطيع تلاوت هذه الآيات بالطريقة الصحيحة وبعد ذلك أستطيع تلاوتها عندما أود الصلاة ولكن الأهم أتذكر دائما أن عند قراءتي من المصحف لهذه الآيات يجب علي أن أكون متوضئا وطاهرا ولا ننسى ما تعلمنا كذلك في هذا الدرس أن سورة الفجر هي من السور المكية وعدد آياتها ثلاثين وعدد آياتها ثلاثين آية إذن يا أبطال دائما نتذكر ونقرأ هذه الآيات ونطبقها بالطريقة الصحيحة بالنطق الصحيح وعدم الوقوع في الأخطاء عند تلاوتها حتى أستطيع قراءتها عندما أؤدي الصلاة إذن يا أبطال لا ننسى دائما تلاوت هذه السورة بالطريقة الصحيحة وعدم الوقوع في الأخطاء عند قراءتها شكرا لكم على إنصاتكم وإستماعكم ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله وتعالى طبتم وطابة أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته